السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله ايه هي القاعدة النورانية لان فيه ناس مش عارفة يعني ايه قاعدة نورانية نورانية واني تعلم اهمية تعلم القاعدة النورانية واهدفها ايه والطريقة المثلة لتعليم القرآن تمام اولا تعالوا نعرف يعني ايه القاعدة النورانية ما هي القاعدة النورانية القاعدة النورانية تعرف القاعدة النورانية بانها احد العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم يعني تعتبر هي واحدة من العلوم اللي هي متعلقة بالقرآن الكريم طيب سميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤلفها وهو الشيخ نور محمد الحقاني يعني اللي ألف القاعدة النورانية دون اسمه نور محمد الحقاني وهذه الطريقة تبدأ بمعرفة عدد الحروف يعني أول حاجة تبدأ بيها القاعدة النورانية بيعرفك إيه هي عدد الحروف ثم معرفة صفات الحروف بيعرفك برضو صفات الحروف إيه هي يعني طبعا صفة الحرف فيه صفة الحرف بأمامهم اسمه جهور كل ده برضو بتعرفيه من القاعدة النورانية مع معرفة مخارج الحروف برضو بيعرفك مخرج الحرف دون بيخرج منين وكل ما يتعلق من حيث التعريف ومكان المخرج وغير ذلك يعني كل حاجة تعرفيها مكان المخرج فين والحرف مخرجه فين وكل دون هتعرفيه في القاعدة النورانية طيب إيه تاني؟ معرفة معنى الحرف وكل ما يتعلق بالحروف من حيث الرسم يعني برضو هيعرفك الحرف ده رسمه إيه في المصحف الكريم والحروف المتشبهة ليه خلاص ليه زي وهي الحركات طبعا أهم جزء فيه الكرآن الكريم ونطق بالحروف إنه تتعرفي الحركة لأن فيه ناس بتطول في الحركة وهي بتقرأ فديه بتطربك على إزاي تعرفي تقرأي الكلمة اللي هي إيه فيها حركات بتديها الزمن بتاعها في اللغة العربية بيبدأ الطالب فيها بتعلم هجاء الحروف اللغة والتجويد وتستخدم هذه الطريقة مع الأطفال خاصة يعني جميلة جدا حتى إنت لو تعلمتيها هتفيدك جدا إن أنت تعلمي أولادك بطريقة خاصة وتستخدم مع طلاب المراحل الابتدائية من غير العرج اللي هم الأعاجن أو ما لا يريدون القراءة يعني حتى لو إنت برضو قراءتك ضعيفة هتزبطك في الإيه هتزبطك في قراءة الإيه اللغة العربية ماشي خطوة خطوة من خلال آيات القرآن الكريم فهي بمثابة تطبيق عملي للغة العربية يعني تعتبر طريقة دي تطبيق عملي إيه اللغة العربية وتجويد القرآن الابتنين مع بعض تعلمك اللغة العربية الصحة النطق الصحية وتجويد القرآن ماشي ويستعين بها معلم الأطفال ويرا العرب يعني العرب اللي هم الأعاجم بيستعينوا بالطريقة دي عشان هم لما لقوا صعوبات في التعلم لقوا من الطريقة دي جدا سهلة جدا من بسطة وبيتوصل للأطفال إيه طريقة سهلة طريق كتاب القاعدة النورانية هو كتاب في كيفية قراءة اللغة مع التركيز على رسم المصحف يعني كتاب القاعدة النورانية دول بيعرفك كيفية قراءة الإيه اللغة مع التركيز على رسم الإيه المصحف طبعا لإن الغاية منه كراءة القرآن وليس اللغة فقط إحنا غايةنا إيه نعرف نقرأ القرآن صح قام المؤلف بإضافتها بطريقة سهلة ومريحة للأذن اللي هي بقى نسميها النغمة النغمة دي اللي بتوصلك إن انت تعرفك تقرأي القرآن بإيه بالترطيل زي الشيخ إيه الحصري وعبد المصد وتساعد الطالب للوصول إلى درجة الإتقان وبيدربك وإيه عشان تتمراني على قراءة الكلاء الطريق الصحيح ترتيبها وتقسيمها بشكل مميز مع وجود عديد من الألوان يعني هو بيزبط لك بيجيلك مثلا لون الأصفر اللون الأغضر بيعرفوا اللون الأصفر ده هو مثلا الحروف المنققة باللون الأصفر حروف مفخمة باللون الأغضر فكل ده برضو بيفيد الطالب جدا في يعرف برضو مخرج الحرف لون وكذا فدي برضو بتسهل على الطالب سنراتها في تفوق طلابها يعني ما شاء الله من حيث اللي تعلم القاهدة النورانية دي يعني جابت فعلا صمرة جميلة جدا تألفت أسلوب جميل ويقوم هذا الأسلوب على معالجة موضوع الكتاب وقلف العالم كتاب لمعالجة بعض الأمور في طريق التعلم القرآن الكريم بتعتمد طبعا على الرسم العثماني لأن طبعا احنا عارفين في القرآن الكريم في حاجة اسمها رسم العثماني فدي برضو بتعلمك القاهدة النورانية بتعلمك الرسم العثماني الشكله إيه وأشكال الحروف بتجيز زي ونطقل الحروف دي خلاص طب إيه أهدافها أهداف القاهدة النورانية أهداف تعليم القرآن الكريم بتضرب اللسان على أسلوب القرآن مع اكتساب الإيه الكثير من المعرفة في اللغة العربية مع جعل الطالب دائم الصلة بالقرآن يعني بتوصل بتضرب لسانك على إزاي تقرأ القرآن في أسلوب سهل ومبسط وبتعالج علاج الموضوع الأساسي اللي هو إيه القرآن الكريم وهو هداية إيه المنهج الرباني وهذا الأمر يتحصل عليه الإنسان من خلال تعلم القرآن وتعليم تمام كده؟ طيب دي كلها هنا بس خلنا مضمون بس صغير لتعريف القاعدة النورانية من حيث إيه المضمون بتاعها كده عرفنا القاعدة النورانية وعرفنا أهميتها وعرفنا أهدافها والطريقة المصلة لتعليم الكرآن إن شاء الله نبقى أني نزل لكم بقى درس درس بإذن الله تعالى ونتعلم كلنا القاعدة النورانية وزاكم الله خير والسلام عليكم محمد الله تعالى وبرك محمد الله تعالى وبرك